السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي ليوم شاء الله داشتارك معاكم للتغطلات والتورتات اللي سهلين جدا وصحيين 100% منها ان شاء الله يعجبوكم وتفضلوا معايا باشتوفو تفاصيل الوصفة على بركتي الله سنحتاجو 200 جرام ديال التمر 100 جرام ديال الكاجو اللي ممكن نعودوه بكوكو 100 جرام ديال التمر اللي سنستعملوه في الحشوة وعصر البرتقال هنا 100 جرام ديال الشوفان اللي هو الخرطال ملعقة كبيرة من جوز الهند من زيتس جوز الهند عفوا 100 جرام ديال اللوز وملعقتين كبيرتين ديال الكوك هنا غدا ناخدو 200 جرام اللي ذكرنا من قبل غنضيفولي هنا 100 جرام ديال الشوفان اللي حمرتو شوية في الفرن غنضيفلي هنا نصف الكمية ديال اللوز يعني 50 جرام ونصف كمية ديال الكاجو غنضيف هنا الكوك ملعقتين كبيرتين سافي غدا نخلط هاد المكونات ونطحنهم من بعد ما طحنتهم كيبولو على هاتشكل كيبولو على شكل عاجين يعني سافي هاديرا ولت حليوة يعني ممكن تستعملوها يعني نحطو يعني نكوروها كويرات ونستعملوها كحلوة هنا غدا خديت تستاعنت بزيت ديال الزنجلان يعني ممكن تستاعينو بالدهنو ايديكم ولمول اللي غدا تستعملو باي زيت بغيتو هاد الفون ديال هاد التغطولات يعني ممكن دوزو شوية في الفرن اللي بغيتو غي هو مع كيباشر طبك يجي بين يعني كتجي شوية معلكة وما في نفس الوقت مقرمشة يعني لدوزتهم في الفرن الفرن خستكون درجة ديال الحرارة ديالو غي ميا وستين وكندوزو هم غي عشرة دقايق في فرن ساخن باش ما كيقصاحوش بس كسينو كيقصاحو انا ما غديش ندوزهم في الفرن غنكتافي فقط بتلاجة يعني حتى غدا نكملهم ان شاء الله وغدا نوضعهم في التلاجة كيف ما كتشوفوا معيها هي بقى ما وضعتهاش في التلاجة او قطع راسها تجي على هاتشكل سافي كنت قنا نقد فيه معي بيديا ولا انا ممكن انكم تلقوا العجينة بين ورقتين ديال الورقة ديال الطهي ولا السلوفين سافي ودابا غدا ندوزو باش نحضروا الحشوة الحشوة غدا نستعمل فيها 100 جرام ديال التمر 50 جرام ديال اللوز و50 جرام ديال الكاجو ملعقة كبيرة ديال زيت جوز الهند اللي هو اللي غدي تبت ليه هاد الكريمة يعني من غدا نوضعه في تلاجة عرفته بان زيت جوز الهند كي يجمد وهو اللي غدا نستعملوه يعني في بلاست الجيلاتين او لغغغغ او الى اخره باش ما غداش نحتاجو اننا بالمره نسخنو هاد الحشوة سافي وبالنسبة لعصير البرتوقال غدا نستعملوه على حسب يعني القوام ديال الكريم يعني كنطحنوه وكنقو نضيفوه حتى كنحصلوه على القوام اللي بغينا دبام لتغطو لا توجدو الكريم حتى هي انا خليتها هكذا كيف ما كتشوفو معايا يعني ما خفيفاش بزاف ما رطباش بزاف ما جرياش بزاف عفوا سافي قد نعمر هاد اللي تغطولات كاملين بهاد الكريمة هادي ومن بعد بالنسبة التزيين ديال هاد اللي تغطولات يعني ممكن نزينوهم كيف ما بغينا يعني ممكن نزينوهم غيب بالفاكهة اللي بغينا او غيب مكسرات يعني كننا نوضعوهم من الفوق وكن وضعوهم يعني الى بغيتو تكون بغيمو يعني تكون قبطة راس هام زيان كان وضعوهم ليلة كاملة في التلاجة وما كيتحضرو يعني بسرعة بواحد يعني ما كي ياخدوش بزاف ديال الوقت ونقدرو نخليوهم شوية في التلاجة باش كي يجيو شوية قبطين راسهم وممكن اننا ناكلوهم تناولوهم يعني غيك نكملوهم في تحذير وممكن اننا نتناولوهم في ديك الساعات غي هي كتكون لك خان بقى شوية يعني جارية وكيف ما قلت لكم بالنسبة للفواكه يعني كتختارو انا اختاريت الفخيز يعني ممكن تختارو الفاكهة اللي بغيتو وكتكون هدي هي النتيجة عود زينتها شوية باللوز من الفوق وممكن انكم تعودو يعني من ودكاجو واللوز تعودوهم بالكوكو يعني ماشي ضروري تستعملو نفس الحويج اللي استعملت يعني ممكن تستعملو كذلك زنجلان اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجابكم الى عجبكم ما تنساوش كيف العادات لايكي والفيديو وتشتركوه مع الاحباب والاصحاب الى وصفة جديدة ان شاء الله استوضيعكم الله الذي لا تضيع وذائع اشتركوا في القناة